بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله اليوم إن شاء الله نتعلم التجريد في الأول تطبع صورة طبيعة أو أي صورة وبعد كده نحاول أن نبسط الصورة على اللوحة عندنا ورق ألوان أكريليك ومجموعة من الأدوات فراج سكين رسم سكين بلاستيك بسم الله الأول نحاول رسم الموضوع ببساطة جدا يعني راح نبسط مثلا السماء ستكون هنا في المنطقة هذه وهنا مثلا نشمع هنا في الأسفل وأيضا هنا نحاول أن الموضوع ما يكون فيه يكون مسطح طبعا ما فيه يظل لنور للي نحقق التجريد نحبيت بنفس الألوان اللوحة أو تكون عندك خبرة لونية سابقة تستطيع أن تغير الألوان تبدأ توزع اللون ولا تنزعج أن اللون ألوان الأكريليك تنشف بسرعة لأنها ميزة ميزة هذه الألوان لا تستخدم الماء كثير لأن الورق ينثني معك تستخدم الأداة سكين البلاستيك لأنك توزع اللون واحد استخدام سكين البلاستيك توزع اللون بشكل أكبر هي أداة مثل الفرشة أداة وأيضا سكين الرسم أداة لكن المشكلة أو المهم يعني ليست مشكلة المهم أن العمل في صورة النهائية يكون بشكل جميل لأن هذه أدوات تحقق الشغل اللي بتسويينك إذن هذه السماء مع بعض التأثيرات اللي ممكن تفيدنا في مسار العمل لأن نرجع للجبال أحب هنا منطقة الجبال أيضا هنا وهنا وفي الأسفل أكثر يكون رامك أكثر الزرق الزرق أحمر ممكن أيضا نستخدم الأداء الأداء أحمر ممتاز هنا أحمر في الأول أنه لا يكون لديك ملامس في العمل لا يكون اللون كثيف أو ملامس يحاول أنه تكون في مراحل متقدمة ممتاز 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 يعني لا يوجد أبعاد كأنك تستخلص الجماليات الموجودة في الصورة ممتاز 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 يكون الشغل داخل البلدة هنا حيث أنك تطلع مثلاً للغامق للفاتح لا تحاول أنك تخرج عن نفس الألوان الموجودة مثلاً ممتاز معاكل هذا لأن الإنسجام بالشكل العام يعني للعمل الآن نحاول نضيف الألوان الفاتحة بالأعلى مع بعض التأثيرات طبعاً هذا شغلنا كله فقط يعني بدون وضع قيم جمالية مثل الملامس مثل الكولاج مثل الطباعة الآن فقط أنت بتبسط الصورة يعني أنت في بدايتك تبسط الصورة نفسها لكن أهم شيء الأداء يكون في كامل اللوحة بإنسجام عالي لاحظ كل ما كان عندك تأثيرات كل ما خدمتك في العمل كامل نأخذ من اللون اللي في البلدة نزيد في الأعلى نزيد هنا الآن نشتغل على الفاتح أكثر نظر هذه الضم التأثير جميع كل ما تقدم العمل كل ما بدأت تركز أكثر نبدأت تركز أكثر لاحظ المناطق ترجع للتأثير ترجع للتأثير بأي شيء بأي قطعة معاك ليس شرط يكون معاك سكين البلاستيك كثير يسألون عنها ما هو شرط يعني تكون موجودا معاك ممكن سكين الرسم شو كل ما اخذ لون ارجع لنفس المنطقة اللي انا بخلط فيها الالوان ووزع اللون بحيث انه ما يصبح عندي ضل نور انا في الخطوة هنا استخلص ببسط شكرا موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كلما أضع لون وأثر كلما يعني أكتسبت الطبقات من بعض لتعطيك مجال أنك تشتغل عليها أكثر المترجم للقناة 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 كل مجال للتأثير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعمل على التأثيرات التي أحدثها السكين أو سكين بلاستيك أو الفرشة ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 والتأثيرات اللي أول حدثت فتحت المجال انك تشتغل داخل التأثيرات وتحاولوا انك تعمل توازن أنك توزع اللون شكرا للمشاهدة 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 نرى العمل في شكلها النهاي هذا الدرس بسيط للتجريد تبسيط في الواقع تقدر أنك تتمرن عليها للمشاهدة للمشاهدة ببساطة تستطيع أنك تتعلم التجريد من خلال الواقع تبسط الموضوع من خلال الواقع الواقع للمشاهدة 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 للتجريد عملنا تفصيط للواقع بشكل جميل شكرا لكم